موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثانين 27 أب البداعة المزورة والمهربة إلى لبنان سوق للفرجة الفنان شرب الروحانة يكرم الموسيقى سيد درويش بختم مهرجانات بيبلوس الدولية أما تجوفنا لليوم فهنا ريمة سعادة من القسم الثقافي بالسفارة البرازيلية لنحكي معه عن مهرجان الأفلام البرازيلية في لبنان بالدورة الثالثة وأيضا ألام هنا ناقد سينمائي لنحكي معه عن برنامجه الجديد سكريب تو سكرين عبر إذاعة صوت لبنان إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ عبا سعبات صباح الخير صباح نوري هلا كيفك اليوم؟ طبعا كيف كنتم؟ الحمد لله طبعا كيف كنتم؟ طبعا كيف كنتم؟ طبعا كيف كنتم؟ بالنسبة لدرجة الحرارة بالمناطق الساحلية بدون تعديل يذكر الرطوبة طبعا موجودة على مدار الساعة المناطق الجبلية والداخلية لدرجات الحرارة سبقا بارح وانخفضت خلال هوا ثلاثة يام من اليوم ليومين قدام رح يكون في استقرار بدرجات الحرارة الغيوم طبعا رح يكونوا موجودين أحيانا ممكن الغيمة تحجب نور الشمس متوقعين أنه بعض الرزاز المتفرق بين وقت والتاني خاصة على الجبال والمرتفعات اليوم وبكرة واللي بعده بالنسبة للمرتفعات كمان رح يكون في تكون للضباب وأحيانا بيكون كثيف خاصة خلال الفترة الصباحية والمسائية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على الساحل عم تتروح بين 24 و 32 فوق الجبال بين 14 و 26 و بالداخل بين 17 و 31 درجة رطوبة رطوبة عم تتروح بين 55 و 85% بالبحر معتدل الموج إلى مائج أحيانا طبعا رح يكون فيه شوية هوا أحيانا وهذا الشيء ممكن ينلطف الجو بالنسبة لأحساس بالحرارة وحرارة سطح الماء 30 درجة سيبقى أعطيك أفعافية نحن بكرة بنحكي لكم إلى الصحف اليومية مع جوال صباح الخير صباح الخير جوال لقلك لك كلي اللي عم بيتابعونا مثل ما قلته جولة على عنوين الصحف اللي صدرت اليوم ببيروت نحن نعمل جولة إذن لليوم التانين 27 أب 2018 ومندها مثل عادة مع عنوين النهار زحل في رأس السنة عروس الظلمة نصر الله للمراهنين على قرارات المحكمة الخاصة بلبنان لا تعنينا قراراتها ولا تلعب بالنار الرئيس عون سيعقد لقاءا مع رئيس المكلف وليس في وارد طلب استرداد التكليف إيران تعرض مساعدة سوريا عشية معركة إدلب روحان يدفع ثمن العقوبات مجلس الشورى عزل وزير الاقتصاد البابا في إيرلندا يطلب المغفرة عن ضحايا الاستغلال الجنسي وبالأخبار المحلية المبادرة الروسية لعودة اللاجئين تترنح فريد الخازن في الفاتيكا المهمة صعبة وبختم بقلم نيلة وين ضمن الافتتاحية ومقالب عنوين قضية المخطفين أكبر من حسابات السياسيين إلى عنوين صحيفة الحياة دمشق لن تتخلى عن استعادة إدلب والأكراد سيقاومون طهران تنتقد ذرائع الوجود الأمريكي في شرق الفرات وزراء روحاني يتساقطون واتهام حكومته بإفقار الإيرانيين هذا يشيد بجهود واشنطن في مواجهة تدخلات طهران معارك داريا مع ميليشيات الحوثيين توافق بين بوتفليقة ورئيسي الأركان والمخابرات قلص لائحة التغيير في القيادات العسكرية معصوم يجدد التزامه الموعود الدستوري لانعقاد البرلمان العراقي الجديد احتدمت مجددا بين الصدر والمالكي وختيما مقتل زعيم داعش في أفغانستان وغني يرفض استقالة قادة الأمن إلى عنوين صحيفة المستقبل نظام الأسد يتوعد إدلب وأنقرة تخشى قنبلة اللاجئين أما بالصورة الرئيسية لصحيفة المستقبل اليوم وبعنوان لأنهم تظاهروا سلما بتحط صحيفة المستقبل بالأرقام مجزر الدارية الكبرى اللي صارت بتاريخ 25-08-2012 وازم نعمل جولة على الأرقام المخيفة اللي كتبتها المستقبل اليوم أكتر من 700 شهيد تم دفنهم بمقابر جماعية 512 شهيد موثقون بالأسماء 200 شهيد مجهول الهوية 100 مدنة مفؤود وأكتر من 1100 جريح بعنوين أخرى فتح تبلغ القاهرة رفضها اتفاق الهدنة قتلى في إطلاق نار بمسابقة فيديو في فلوريدا البصرة تحتضر البرلمان الإيراني يعاقب روحاني ويقيل وزير الاقتصاد والمال الجزائر انتقادات حدة للحكومة بعد انتشار الكوليرا وبالعالمين الداخلية بصحيفة المستقبل لبنان الرابع عالميا في تعليم الرياضيات والعلوم الفلسطينيون ترامب يريد تصفية القضية محور العباد صدر يراهن على كسب السنة والأكراد لتشكيل الحكومة الى عنوين صحيفة الانوار اللائحة طويلة من المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدق أبواب أيلول جملات تغلبنا على محاولات حصارنا سياسيا البابا فرانسيس يرأس اجتماعا حضره البطريارك الراعي وبقلم المحلل السياسي الأزمات تراوح مكانها والوضع ثقيل على الجميع سقوط قتلى بإطلاق نار بمطعم في ولاية فلوريدا موسكو تتهم واشنطن بالاستعداد لشن هجوم بمنطقة إدلب وزير الدفاع الإيراني يجري محادثات في دمشق وبختم مع الأخبار الاقتصادية المستثمرون بالذهب فقدوا الأمل مع أطول فترة هبوط بالأسعار بتاريخ عقود البيع المكشوف إلى عنوين صحيفة اللواء التأليف المتعثر بين نارين المحكمة والتلاعب بالأسعار الحريري عاد إلى بيروت ونفي روسي للانتشار في لبنان عباس إبراهيم لللواء الأمن العام المعبر الإجباري لإعادة النازحين إلى سوريا النظام لتحرير إدلب بالقوة وطهران تنتزع اتفاقا بشأن إعادة الإعمار موسكو تحذر واشنطن من خطوات طائشة في سوريا وفد فتح يعود للقاء عباس بعد مباحثات هامة في القاهرة الأحمد سنرد على الورقة المصرية خلال 24 ساعة إيران تحجب الثقة عن وزير اقتصادها الطبقة الوسطى تقترب من الفقر طرح اللواء لملف المطار يثير اهتماما شعبيا ورسميا وبختم اللواء بقلم صلاح سلام يلي بيسأل بعنوان مقالة اليوم لبنان على حافة انفجار كبير نصل إلى الصحب بلغات الأجنبية ومنبدا مع الديليستار بترجمة العنوينة نصر الله يرفض الربط بين تشكيل الحكومة والعلاقات السورية مشاكل روحاني تتصاعد مع وزير الاقتصاد الإيراني ومننتقل من الديليستار إلى لوريون الجور وبترجمة العنوينة نصر الله بغضب الحكومة أولا جون مكين أمريكي وطني عظيم وصديق للبنان وختاما ماذا تبقى من اتفاق معرب إلى عنوين صحيفة الشرق نصر الله يهدد المراهنين على المحكمة الدولية لا تلعبوا بالنار المشنوق ردا على نصر الله ولا زمن الانتصارات وحان وقت الحساب البخاري 20 مشروع اتفاقية مع لبنان تنتظر التشكيل وديع الخازن يحذر من استمرار الإشكال الماروني ريشة القوات وتيار كفريقي الحكم والرياضي الباب يطلب الصفحة من ضحايا الاعتداءات الجنسية النظام يقرع طبول الحرب نحو إدلب وبقلم عون الكعكي هل يريد حزب الله حكومة وبختم مع عماد الدين أديب الحياة ترتيب أولويات إلى الشرق الأوسط وبعنوين رئيسي الأزمة الإيرانية تطيح وزير الاقتصاد البرلمان يصاعد الضغوط ويستبق مساءلة روحاني رحيل مكين الأسير العنيد والسياسي المتمرد رؤساء سابقون أشادوا بمآثره وترامب اكتفى بتغريدة وفد المصري إلى أديس أبابا لبحث التطورات إقرار إثيوبي بأخطاء عرقلت سد النهضة مخاوف من اتساع المرض بعد عشرات الإصابات ووفاتين استنفار جزائري لاحتواء الكوليرا دمشق وطهران تبحثان تطوير التعاون العسكري حملة تضامن واسعة مع خديجة والجنات رهن الاعتقال المغرب اغتصاب جماعي يتحول قضية رأي عام وبختم بالأخبار اللبنانية عشرون اتفاقية سعودية لبنانية تنتظر تشكيل الحكومة مصادر نقلا عن عون الحرير مربك وبختم مع نوين صحيفة الجمهورية بعنوانا رئيس النصر الله الوقت يضيق ويجب الإسراع لا رئيس قوي ولا حكومة عهد رسالة جنبلات تطوير الطائف قبل أن يطير الحكومة على الرصيف الإيراني الأمن العام في عيد 73 يتطلع إلى مزيد من الإنجازات وبختم مع صورة رئيسية البابا يطلب المغفرة للكهنة ومعها صورة من الجمهورية ممكننا عم نختم جولتنا على الصحف فاصل ومنرجع من تابع أخبار الصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر